اشتركوا في القناة وهو مقترح بقوة لانني اخترت لكم تمارين مهمة وشاملة وبما انكم مقبلين على شهادة التعليم متوسط 2022 اذا عليكم اعزائي التلاميذ مراجعة كل دروس من اول درس الى اخر درس لان الفرد الثاني سيكون فيه دروس الفصل الاول التمرين الاول وضحته حول التحليل الكهربائي البسيط معناه درس من الميدان الثاني المادة وتحولتها التمرين الثاني حول درس التكهرب معناه من الميدان الاول والوضعية ايضا حول الامن الكهربائي معناها من الفصل الاول ومن الميدان الاول في النموذج الماضي معناه نموذج اول الذي وضحته سابقا التمرين الثاني وضحته حول التوتر الكهربائي المتناول معناه تقريبا إلى الآن لقد قمت بحل كل التمارين المقترحة والتمارين الأول هو هذا التمارين الذي ترونه أمامكم هو التمارين من شهادة تعليم المتوسط 2013 نبدأ على بركة الله الحل أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي سيغته زدان إثنى موجب زائد إثنان سئال سالب باستعمال وعاء تحليل كهربائي مصر ياهو آوبي من الفهم الكربون الوثيقة واحد واحد سم من محلول الشاردي الذي سيغته زادان إثنان موجب زائد إثنان سئال سالب إذن ما هو المحلول الشاردي الذي سيغته زادان إثنان موجب زائد إثنان سئال سالب إذن هذا المحلول هو محلول كلور الزينك إذن محلول كلور الزينك إذن سأبدأ في الإجابة على هذه الورقة إذن التمارين الأول السؤال واحد إذن اسم المحلول مباشرة محلول كلور الزينك ممتاز نغلق القاطعة فينطلق غاسنا كلور عند أحد المسرعين ويترسم معدن الزينك على المسرع الآخر واحد تسمي المسرع A والمسرع B نذهب إلى الوثيقة المسرع المربوط بالقطب السالب هو A إذن A ما هو؟ A هو المهبط إذن مباشرة A المهبط المسرع B مربوط بالقطب الموجب إذن B المسعد جيد إثنان عين على الرسم جهة حركة كل من زاد آن إثنى موجب معنى شوارد السنك الموجب واسي ألمو معنى شاردة تخلو إذن نحن نعلم بأن في هجرة شوارد تهاجر الشاردة الموجب نحو القطب السالب والشاردة السالبة نحو القطب الموجب معنى الشاردة السالبة تذهب أو تتجه نحو المصعد السالبة نحو المصعد لأن المصعد هو المربوط بالقطب الموجب والشاردة السالبة تتجه نحو القطب السالب شاردة أزنك إذن نقوم بوضع أسهم مثل هذه ثالثة أكتب المعادلة الكيميائية عند كل من المصرأة والمصرأة نقصد بها عند المصرأة معنى عند المهبط ثم عند المصعد معناها المعادلة النصفية إذن السؤال ثلاثة نبدأ بالمعادلة النصفية عند المصعد أو نبدأ بالمهبط من الأفضل عند المهبط معناها معناها جاي ماذا نفعل الآن؟ أو ما هي الشوارد التي تتجه نحو المهبط؟ دائما الشوارد التي تتجه نحو المهبط هي الشوارد الموجب معناها زاد آن إثنان موجب معناها زاد آن إثنان موجب إذن نكتب زاد آن إثنان موجب هذه الشاردة قد فقدت سابقا إلكترونين معناها كم ستكتسب الإلكترون؟ ستكتسب إلكترونين إذن إثنان إلكترون لماذا اكتسبت إلكترونين؟ لكي تتحول من جديد إلى معدن الزنك زاد آن على حالة فيزيائية لا أنساها هنا لدينا محلول مائي هنا لدينا صلب أنه معدن الآن المعادلة النصفية عند ماذا؟ عند المصعد مع نهبك الآن المصعد ما هي الشوارد التي اتجهت نحوه إذن شوارد الكلور ودائما عند المصعد تتجه نحوه وكما شرحت لكم في درس تحليل كهربائي البسيط تتجه نحو المصعد شاردة كلور واحدة متحولة إلى ذرة كلور بعد أن تفقد إلكترون واحد نكتبها بعد السهم ولكن نحن حتى نتحصل على غاز سناء كلور معنى سئة الإثنان يلسمونه ذرتين وحتى نتحصل على ذرتين يلسمونه شاردتين وقل شاردة تفقد إلكترون معنى إلكترون معنى اثنان. الحالة الجزائية. الآن السؤال الذي يليه. رابعا اكتب المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي. المعادلة الاجمالية الان. اذا رابعا. المعادلة الاجمالية. في هذه الحالة كما نلاحظ. لم يطلب مني لا بالسياغة الشاردية ولا بالسياغة العصائية. لان معادلة الاجمالية نستطيع كتابتها بالسياغة الشاردية وبالسياغة العصائية. اذا نستطيع كتابتها بالسياغة الشاردية ونتوقف. لانه لم يطلب مني بالسياغتين. اذا ماذا نفعل? المعادلة الاجمالية نقوم بجمع المتفاعلات والنواتج. وبشرط ان نختازل اثنان الالكترون مع اثنان الالكترون. اذا ماذا سيبقى لنا سيبقى لنا زاد ان اثناني موجب حذري يجب المعادة الاجمالية ان نبدأ بالشاردة الموجبة زائد ماذا يتبقى لنا هنا اثناني ماذا سئال ناقص اذا على ماذا تحصلنا تحصلنا على المحلول الشاردي كلور الزنك اذا نضعه بين قوسين ثم نضع ساهم ماذا ينتج لنا معدن الزنك زاد ان زائد غاز ثناء الكلور سئال اثنان اذا هنا محلول مائي هنا صلب وهنا غاز ونكون بهذا قد انهينا مع التمنين الاول اعيد التمنين الاول قمت بحله سابقا ولكنه مهم جدا ومختار حذري التمنين الثاني الان وهو التمنين حول تفسير ظاهرة الكهرب اذا قام احمد بتحقيق التجربة المبينة في الوثيقة ادناه اذا هذه الوثيقة او في الوثيقة المقابلة واحد سمي الظاهرة المدروسة ثم حدد نوعها اذا هذه الظاهرة مدروسة هي بما انه يقوم بدلك قاضيب لا ندري من اي مادة بقطعة كما نلاحظ قطعة حرير اذا هذه الظاهرة ثم ظاهرة التكهرب نوعها بما انه يقوم بدلكها اذا ظاهرة التكهرب نوعها بالدلكي اذا هذا هو النوع لانه لدينا ثلاث انواع بالدلك باللمس وبالتأثير اثنان كيف تفسر ظهور شحونة تاربة على قطعة الصوف وظهور شحونة موجبة على القاضيب اذا لماذا ظهرت شحونة موجبة على القاضيب وشحونة تاربة على الصوف اذا افسر ظهور شحونة ساربة على قطعة الصوف السارب معناها الصوف قد تسابق وظهور شحونة موجبة على القاضيب الموجبة معناها القاضيب قد فقد اذا السؤال الثاني من التمرين الثاني اذا التمرين الثاني السؤال اثنان اذا افسر ظهور شحونة ساربة على ماذا السارب اذا ساربة على قطعة الصوف على قطعة الصوف لاكتسابها ماذا الاكترونات لان دائما السارب اكتسابق حتى نتذكر ونبقى دائما لا نسى يجب ان لا نسى هذه الدروس الماضية حذاري لان لديكم شهادة ابناء التراميذ وظهور شحونة موجبة على القاضيب وظهور شحونات موجبة على القاضيب لفقدانه ماذا الاكترونات دائما فقد موجبة فقد ساربة اكتسابق جيد السؤال الذي يليه حد الطبيعة تنع القاضيب نحن نعلم بان لدينا في السنة الرابعة متوسط لدينا نوعين من القاضيب لدينا البلاستيكيägي اييمونت متعادلة كهربائيا معلقة بخيط عازل مثبت طرف الآخر بحامل. معناه نقرب القاذب زجاجي من الخرية. معناه دون اللمس. والخرية متعادلة كهربائيا فالسلم ماذا يحدث لخرية؟ عندما يطلب من التفسير نكتب الملاحظة ثم التفسير. إذن رابعا ركزوا جيدا تفسير التكهر بالتأثير هنا. رابعا سأقوم برسم رسم توضيحي إذن ها هي الكرية المتعادلة وهذا القاذيب الزجاجي الذي تمدلكه يحمل شحنة مجابة. يحمل شحنة مجابة إذن نكتب له الملاحظة أولا لأنه طلب من التفسير إذن ماذا سيحدث هنا؟ تنجذب الكرية نحو القاذيب الزجاجي المكهرب ثم إذن تنجذب ثم بعد مدة زمنية تتنافر من جديد. إذن ملاحظة تنجذب الكرية نحو القاذيب الزجاجي إذن القاذيب الزجاجي ثم المدلوك أو المكهرب المدلوك ثم تتنافر معنى تنجذب حتى تلامسه ثم تتنافر الآن التفسير ركزوا كيف يكون التفسير إذن عندما نقرب القاذيب الزجاجي الذي يحمل شحنة مجابة من الكرية متعادلة الكهربائيين ماذا يحدث لها؟ يتشكل لها وجهان بحيث يكون الوجه المقابل للقاذيب الزجاجي يحمل شحنة سالبة والوجه الآخر يحمل شحنة مجابة وهذا ما نسميه بالاستقطاب أو نسميه بإستنفار الإلكترونات أو تموضع الإلكترونات إذن بكل بساطة وأسهل التفسير إذن عند تقريب القاذيب الزجاجي من الكرية يتشكل لها وجهان حيث يكون الوجه المقابل للقاذيب يحمل شحنة كيف هي سالبة فينجذب نحوه أو فتنجذب معنى الكرية فتنجذب نحوه إذن هذا التفسير الأول الآن لدينا تفسير آخر عندما تصبح الكرية في هذا المكان ويحدث تلامس بينهما إذن الآن عندما تلامس الكرية القاذيب الزجاجي المكهرب دائما ماذا يحدث؟ ركزوا جيدا بما أن القاذيب الزجاجي يحمل شحنة مجابة معنى قد فقد سابقا إذن من أين يأتي بالإلكترونات؟ من الكرية إذن ستنتقل الإلكترونات من الكرية نحو القاذيب الزجاجي الكرية قد فقدت بما أنها انتقرت إلكترونات منها كيف ستصبح شحنتها؟ مجابة المجمع الموجب تنافر من جديد إذن عندما تلامس كرية القاذيب الزجاجي المكهرب تنتقل هنا كلمة تنتقل مع التلامس مهمة تنتقل الإلكترونات من الكرية نحو القاذيب فتصبح شحنتها معنى شحنة كرية موجب لأنها فقدت إلكترونات فتتنافر حتى أوضح له بين قوسين لأنه يصبح لديهما نفس الشحنة الموجب جيد الآن ننتقل إلى الوضعية الإذماجية زارت منا بيت عمها قصد تقديم التهاني التهاني الذين استفادوا من سكان جديد معناه من الذين استفادوا من سكان جديد وجدت عندهم كهربائية نعمل على إصلاح بعض العيوب في الشبكة الكهربائية للمطبخ لأن العائلة صادفتها بعض المشاكل أو المشكلات والحوادث المتعلقة بالكهرباء والمخطط الموضح في الوثيقة ثلاثة هذا المخطط إذن يبين الشبكة الكهربائية الخاصة بالمطبخ فقط إذن هذا مخطط للشبكة الكهربائية الخاصة بالمطبخ المشكلة الأولى التي صادفتهم الشعور بسطمة كهربائية خفيفة عند ملامسة هيكل الثلاجة المشكلة الثانية معناه عندما تلامس الأم أو أي شخص هيكل ثلاجة يصابوا بسطمة كهربائية خفيفة المشكلة الثانية الإصابة بسطمة كهربائية عند تغيير المصباح من غمده بالرغم أنها قاطعة مفتوحة إذن هنا القاطعة مركبة على ماذا؟ سنتكلم عنها المشكلة الثالثة من قطعة هيكل كهربائي عند تشغيل غسالة مع الأجهزة الأخرى في آن واحد عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد فضار حوار بينها وبين ابنة عمها حولها حل هذه المشاكل لمساعدة المصلح بناء على مكتساباتك القبلية وبسغلال وثيقة أجب عن الأسئلة التالية أذكر سبب كل مشكلة واقترح حلا لكل منها ستكون إجابة عن هذه الوضعية إجابة معناه بدون كتابة سنجيب شفاهيا فقط إذن المشكلة الأولى الشعور بصدمة كهربائية خفيفة عند ملامسة هيكل ثلاجة لدينا السبب وحله السبب وهذا الجدول قمت بتقديمه لكم سابقا إذن ما هو سبب الإصابة بصدمة كهربائية؟ إذن نقول ملامسة سلك الطورة للهيكل معدني للثلاجة إذن سلك الطورة يكون يلامس الهيكل معدني للثلاجة وعدم موجود توصيل أرضي إذن لدينا سببين سلك الطور يلامس الهيكل معدني للثلاجة وعدم موجود توصيل أرضي ما هو الحل مباشرة هنا؟ عزل سلك الطور عن الهيكل المعدني وتغليفه بمواد عزلة وتوصيل الهيكل بالتوصيل الأرضي لأن التوصيل الأرضي يكون مع الأرض ومع الهيكل أيضا المشكلة الثانية إصابة بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح من غمضه بالرغم أن القاطعة مفتوحة إذن ماذا نقول؟ تركيب القاطعة خاطئ حيث ركبت على الحيادي وعدم موجود مصاهرة ما هو الحل؟ قطع التيار كهربائي من القاطعة التفاضلي وإعادة تركيب القاطعة على سلك الطور مع إضافة مصاهرة المشكلة الثالث انقطع تير كهربائي عند تشغيل الغسالة مع الأجهزة الأخرى في آن واحد إذن ما هو السبب هنا؟ السبب هنا الحمولة الزائدة الحمولة الزائدة ما معنى هذا؟ معنى أن شدة تير كهربائي التي تحتاجها الأجهزة معا تفوق القيمة التي ضبط عليها القاطعة التفاضلي ما هو الحل هنا؟ إعادة الضبط القاطعة التفاضلي على شدة أكبر بين قوسين شدة تتناسب مع الأجهزة الكلية إذن هذه هي الأسباب والحلول لكل مشكلة إثنان أعيد رسم المخطط مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة إذن سنقوم بشرح التعديلات إذن أول تعديل نبدأ بدارة المصباح أول تعديل أولا يجب أن نقوم بالرسم باستعمال ألوان الأحمر لسلك الطور فاز الأزرق لسلك الحيادي ناتر والأخضر للتوصيل الأرضي حذاري يجب أن نستعمل الألوان إذن نركز جيدا ماذا نفعل الآن؟ نقوم بتوصيل سلك الحيادي هكذا ونقوم بإزالة ماذا؟ نقوم بإزالة القاطعة من هنا سأقوم بإزالتها بالمسح إذن نركز هكذا إذن يصبح هنا سلك عادي لأن السلك الحيادي دائما يكون فارغ نقوم بوضع قاطعة في هذا المكان سواء مفتوحة سواء مغلقة ونوضيف منصاهرة فوقها مباشرة هكذا نوضيف منصاهرة فوقها مباشرة إذن قمنا بإصلاح المشكلة الأول المشكلة المسبح الآن في هذه الدارة الثانية ماذا نفعل؟ ننقس هنا توصيل الأرض أو تأريض من هذا المكان إلى أسفل الأرض حذاري هنا الأرض نضع هنا رمز الوي في ثلاث قطوط ونوصله أيضا مع الهيكل لا نسى هذا إذن هذا هو مكان توصيله مع الهيكل هنا لدينا مصاهرة على الحيادي وهذا خطأ نقوم بإزالتها من هذا المكان نقوم بإزالتها إذن أنتم على الورقة تقوموا بالرسم من جديد أنا حتى لا أضيع الوقت دائما سلك الحيادي يكون فارغ ثم نقوم برسمها أين؟ على سلك الطور المصاهرة دائما تكون على سلك الطور هكذا دائما تكون على سلك الطور ثم نضيف منصاهرة في سلك الطور الأخير هنا هكذا ونقوم بتوصيل الثلاجة أو هيكل الثلاجة بالتوصيل الأرضي أو التأريض إذن هكذا ثلاث خطوط ونوصله بهيكل الثلاجة وبهذا نكون قد أنهينا حل هذا الموضوع أتمنى أن يكون هذا الموضوع واضح وبسيط وأي سؤال أو سفسار أعزائي التلاميذ أترك تعليق سريدي وسأجيبه عنه في الفيديو المقبل ولا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة